السلام عليكم احنا عملنا اتنين فيديو بالنسبة للبروفيل الخاص بالجيت هاب وكان استخدامنا وكان ادارتنا بالنسبة لهاي الفيديوهات انه نركز على اسلوب create للبروفيل اسلوب كيف نرفع عليه البرنامج والشهادات اللي احنا مناخدها وكان الهدف الاساسي انه نقدر نعمل marketing لنفسنا نقدر نعمل البروفيل نستعرضه على الorganization ونستعرضه في سوق العمل عشان نقدر ندخل سوق العمل لما ننسأل شو المشاريع اللي انت قدمتها شو الدراسة اللي انت قدمتها شو درست شو افكارك تقدر اي شركة تقدر تعرف اللي احنا اشتغلنا من خلال موقعنا على البيت هاب هذا كان اساس افكارنا بالنسبة للبيت هاب في الفيديو الاولان اللي اخدنا للبيت هاب طبع عملنا creating عرفنا نعمل الربوزيتوري فينك شو افكار الربوزيتوري في الفيديو الثاني نرفع البرنامج كامل زي برنامج البزنس اناليتيكس اللي اخدناه في اوديسيتي وقدرنا انه نرفع الشهادة تعلمنا كيف نعمل هايبرلينك يودينا على المواقع المطلوبة واللي بتثبت كريددانشل اللي باخدناه بالنسبة للشهادة قدرنا نعرف كيف تفاصيل انه نلغي الربوزيتوري او نعمل على اضافتها نلغي project او نلغي md readme ونعمل على اضافتنا كل هاي الافكار كانت موجودة بالفيديو فالتاني هلا هده رح اخليهم بالdescription طيب مبدئيا احنا شو رح نستفيد هلا او شو اللي جديد الموجود في الgethub بالنسبة لهذا الفيديو هذا الفيديو رح نتعرف فيه عن البرامج التدريبية اللي ممكن تعمل لنا extend للknowledge في الgethub وممكن تبين تحديثاتنا في البروفايل الخاص بالgethub لانه مش منطق انه بس ناخد براقرام واحد بعدين نوقف اكيد انه احنا دراساتنا دائما لازم تكون up to date فلازم انه نبين شو المشاريع الجديدة اللي بدنا ناخدها شغلة تاني بدنا نعرف الانترنشيب بدنا نعرف المنح اللي دائما بتصير بشكل مكرر نستفيد منها وبدنا نعرف احنا شو رح نستفيد من الفولوورز وكيف بدنا نتعامل معهم على بركة الله نبدأ اول اشي بدنا نعرف مثلا انا بروفايل بدي ااخده كامل شو رح استفيد انا من اني اعمل فولو لهذا البروفايل انا من النوعية اللي بعرف انه احنا في انه في تحليل الاعمال او في الماشين ليرننج او باي الباث انا اخدته لازم نعرف انه الارجنازيشن اذا بتاخد كورس واحد او بروغرام واحد فهذا دليل انك كويس مش تهد بس اذا ما بتكون ابتو ديت فهذا دليل انه معلوماتك هتكون شوية مش ابتو ديت فما رح تكون حديثة ما رح نستفيد منها رح يكون في ناس بسبوعك بالمعلومة طيب كيف اعرف انك ابتو ديت من هنا لاحظوا هنا كونتروبيوشن كل ما زادت هذا دليل انه انت عم بتحدث بروفايلك عم تشتهد عم بتاخد بروغرام جديد في عند المشاريع جديدة فهذا اشي ايجابي بدل على ايجابية بروفايلك انه في عمل عليه والعمل هذا قائم بشكل مستمر اوكي هلا هنا زي ما اتفقنا البرامج واتفقنا انه البرامج كل ربزيتوري لازم تكون محطوط هنا معلومات عنها شو بتحتوي شو البروجيكت اللي بتتكونه كل ربزيتوري وشو شهادتها وهذا تم اضافته في الفيديو رقم اثنين اللي موجود حاليا في الدسكريبشن طيب برضو انا شو بدي استفيد من البرفايل الخاص بناسي يعني ممكن انا حاليا اعمل البرفايل وادمه للشركات شو رح استفيد من اني اعمل فالو مثلا لناسي او لغيرها هنا لاحظوا هنا مثلا هاي البرفايل فيه كتيره باجي هنا مثلا الخاص بالسكول باجي بلاحظ انه هذا البرفايل فالعادة بعرض البرامج البرامج هاي البرامج معتمدة وبرامج قيمة يعني هون برنامج بين مايكروسوفت ولينكت ان والبرنامج هذا قائم وعم بيغطي لعدة مجالات الرائحة في هذا البرنامج انه ما بيعطيك كورس لا هو بيعطيك البروغرام البروغرام يحتوي من 6 ل 7 كورسات في نفس البروغرام كل كورس بتاخد عليه وبس تخلص عدة كورسات في نفس البعث بتاخد البروغرام على سبيل المثال في عندنا ممكن يفيدنا احنا في البزنس باعث في عندك بيكام اي داتا اناليست في هون بيكامي فاينانشال اناليست هؤلاء التنين كتير مفيدين بالنسبة للبعث اللي خاص فيهم فيهم اكسل وفيهم بايثون وفيهم امور مفيدة بالنسبة لنا نفس الشي اذا انت بدك تدخل البروغرام انا انصح كمان تاخد البروغرام لانه انت اول عن اخر رح تشتغل مع مانجر فحلو تعرف كيف افكارها عشان تعرف تحكي معه من هذا الجوانب طيب هلا هون انا عرفت الدورات المتاحة كيف بدي ادخل عليها لاحظوا انه في هايبردنج بضغط عليه وبدور وين الكورسات الموجودة قبل شوي لاحظوا هاي الكورسات خليني احكي مثلا الداتا اناليست لاحظوا الداتا اناليست وكيف بدك تاخده فيه سبع كورسات كل كورس تقدر تعمله اضافه على البروغرام في لينكدين فانت بتضرب اكتر من عصفور بحجر واحد يعني او اشي بتاخد الكورس على لينكدين بتقدر تعمله شير على لينكدين زائد بتاخد السيرتيفكيشن بتروح بتوديها على ال جيت هب البروغرام فبيبين انك انت ماخد السيرتيفكيشن انت ابتو ديت مش باخد بس بزنس اناليتيكس لنانو ديكري لا انت كمان باخد داتا اناليست اللي موجود في لينكدين بالاعتماد مع مايكروسوفت اذا بتحب تقديمها ناخد واحد من هدول الكورسات نفس اسلوب يتستي في المحاضرات بيكون موجودة مع الاسئلة بعد ما تخلص الكورس بيجي لك هون في عندك سيرتيفيكيشن من لينكدين ممكن تعمل انت حانو تاخد سيرتيفيكيشن ثاني مصدقة ممكن هون تعمل ستارت اكزام اوكي وهذا الاكزام ممكن انك تدرسه اكتر من مرة او بتعمله ريساب مت اكتر بالمرة اوكي هلا نيجي هون شايفين هون اكم من كورس انت بتقدر تاخده زائد انه احنا رح ناخد البروجيكت الرابعة للتابلوب ولل اكسل فهي تستمر بالاستاتيك فهذا اشي جدا مفيد بالنسبة لنا هلا هون السيرتيفيكيشن الخاصة بالكورس هاي بعد ما تخلص كل الكورس اللي هو البروجيام بسبع كورسات فيه بتاخد انك خلصت تقريبا 23 ساعة مهتمدة من اللينكدين وبتقدر انك تعمل لها شير على البروفايل الخاص فيه كمان زي ما قلت لكم فيه الفينانشل اناليست المعلومات اللي فيه بتفرق عن الداتا اناليست هون فيه اكسل اكتر هلا كل واحد شو مو يقوله شايفين هون الفينانشل موديلينك اللي احنا اخدناه والفوركاستنج اللي اخدناه في بروجيكت 2 النيويورك ستوك ماركت هاي هون موجود بس موجود افكار تانية هاد البروجيام بيحتوي على عشرة كورسات فانت بتقدر تستفيد منه بتقدر تحطه عندك فيه باسلوب رائع هاي اول فكرة طبعا كيف دك تحطه فيه مثلا خليني انا هون بالجتاب واحد من البرامج اللي انا اخدتها مثلا اللي هي بيكام ديجيتال ماركت مثلا هون شوف كيف بحط السيرتيفيكاشن بضغط على اللينك بدخل على البروجيام ببين انه انا خلصته حانه ارغطت اي حد اي ارغطت خاصة هون انا شرحتي لها هون العشرةيل اللي استفدتها من السيرتيفيكاشن طبعا علمتكم كيف تعملوا هاي المعطيات من خلال من خلال الفيديو رقم 2 هون السيرتيفيكاشن كل كورس شو الكورس ديتال شو السيري price بحث بيكتها وبضيفهم على كما قلت قبل قليلا هاي شغلة طيب هادا كل ياتوا موجود بالبزنس سكولي يعني انا عندي اكتر من سكولي كنت بدرس فيها لانه انا بحاول اعمل اكستنت لامعي نوليج لانه انا اصلا دارسة ماشين ليرننج ففي هندي هون ارتفيشال انتلجان برضا ما اخذيتها هلا انت ودراستك انت شو بتدرس روح على السكولي بتلاقي الكورسات الموجودة فيها وانا بحدث اول باول فممكن انك تستفيد من هاي الجزئية طيب هلا في هنه هون جوجل كارير سيرتيفكيشن برضا جوجل عامل برامج والبرامج هاي باي فري بتقدر تاخدها اما في فينيشل ايدز او بتقدر تاخدها من خلال جوجل اتسلف اذا بدرت تدخل البرنامج واحد منهم داتااناليتيكس زي ما انتو شايفين هون والبروجيكت مانيجر برضا مفيدة جدا مفيدة وهنا قاعد عم بيحكي لك عن رواتب وهو يعاني بشرح لك الباث باسلوب جميل بخليك انت تتمنى انك تدخله فهاي كمان فكرة هلا هذا البطل هو منكم خلي البروفايل الخاص فيه في اللينكتين مفيدة زي ما اولا البروجينازيشن بتشوف انك زملائك اللي بعملو لك فولو بقدروا يستفيدوا منك بالمقابل انت كمان لازم تفيدهم فانت بتستفيد وبتفيد هلأ ارى حوارجيكم مثلا انت هتستفيد مني بروفايله طب انا شو بدي استفيد مني بروفايله حوارجيكم واحد انا جدا بستفيد منه خصوصا بالبدايات لما كنت ادرس اكسل في انه هون زميل كان معه شهادة بال اكسل بسموها ال VPL هاي الشهادة كتير مفيدة طلعوا هون مثلا هو ماخذ 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 من عدة ادراك منها ادراك ادراك عم تعمل مجانية اوكي زي هون هو بشتغل بال اكسل وال وورد برس شوفوا مثلا انا عرفت اسم الشهادة بروح بدور عليها بادراك باخدها هو ابتو ديت فمثلا بجوجل اخذ شهادة للديجيتال ماركت هلأ انا عرفت انه في ديجيتال ماركت في جوجل وقاعد عم بياخدها استفدت طيب ايش كمان ممكن استفيد الفري كورسز او الكورسز الايجابية كونه انا بعرف انه زميلنا هذا بيختار الكورس بعناية فممكن اني استفيد شوفوا مثلا انا عندي ميول انه اعمل كورس على Udemy لالبي اي 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 اكي فانا فعليا سستفيد من البي اي اي انا بعرف انه هو بدور على رسورس ويضعها بالجيتاب شوفوا هون كيف هو مرتب اسلوب البي اي البلوكز اللي ممكن استفيدها المواقع السمري اي اي اشي شوفوا بالتواريخ طب انا مثلا زي هكي بحس اني انا رح استفيد منه انا بالنسبة لي رح استفيد منه باجي من هنا بعمله فالو اوكي هاي الشغلة مثلا هذا بالنسبة لازمينها اوكي 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 فشوف كيف مثلا هي انا حكت عن ال gethub شو الايجابيات كيف انا مثلا ممكن اعرف creators يعني انا ممكن استفيد منها هلا هاي برضه بعمل الها follow اوكي هلا هيك انا مثلا اخدت فكرة ان شو ممكن اني استفيد من ال profile وشو ممكن استفيد من ال followers اللي انا بحكي معاهم او بتعامل معاهم ممكن فيه ناس ببعتلي عن linkedin انه فيه كورسات مجانية اجي انا عمل لها update يعني دائما دائما خلي هي اسمها social network فانتل دائما نفيد الناس واستفيد يعني حط ال up to date خلي الناس تاخد شهاداتي جديدة ونفس الوقت استفيد من غيرك بالمعلومات هلا هاي استفادة ال certification استفادة ال followers خلينا نستفيد اكتر هلا فيهن احنا internal shop بهذا المجال فيهن internal shop بشكل كبير خصوصا مؤخرا مع ال covid 19 الناس صار تعمل منح عشان يتعلم ال business analytics او data analyst كيف انه يشتغل شغلها لا اذا عجبهم شغلها بيتكمل معهم اعطينا مثال اوتريتشي هاي منحة بتأمن لك انه تشتغل معها بعدد معين من الساعات مقابل 2000 دولار شهري لمدة 3 شهر اذا ابداعت في الشغل بتكمل معهم شغل يعني عادي ببعتولك عقد وامورك طيبة عقد عمل وبتشتغل معهم اوكي شوفي انت حتى ال date بتكون وجودة اوكي هاي مثلا اول شهر ثاني شهر ثالث شهر هي المنحة عبارة عن 3 شهور ال intern shop وهي بتتغير يعني كل سنة في الهمرتين فانا حطيتها هون على اساس انها annual intern shop هلا اي معلومة تيجيني من حدا من الزملاء انه فيه منح بتكون دورية بشكل دوري بشكل مكرر انا بحطها هون بال intern shop فاتمنى من كل اللي مثلا بعملوه الفولو او انا بعملوه لهم فولو انه يتبقوا نفس الاسلوب عشان كل حياتنا نستفيد كاجل برضه بتعمل منح دراسي و برضه بتعطي عليها يعني بتعطي عليها كريدات 1000 دولار على حسب المنحة دراسية في اللي كود برضه بيعطيك برضه منح دراسية خاصة لفرش البرادوي هلا هيك انا عرفت برامج تدريبية بتقوي البروفايزين في اللينكدين والسوشال البروفايل الثانية اوكي زي الابورك برضه هاي عبارة عن موقع للعمل بتقدر تنزل عليها مش صح انه البروفايل الخاص فيك في اللينكدين اللي بتعرضه على الشركات يكون فيه بس شهادة واحدة هذا دليل انه انت لساتك جديد طب إلك مدعم تدرس فعبي بروفايلك عبي زي ما منعبي مخنا لازم نعبي بروفايل خاص فينا هاي الانترنشاب خلينا نشوف مثلا سري زي هون مثلا لما اخد اي شي هاد بضيفة هون على اللينكدين كمان شوي رح اعمل فيديو خاص بس لاللينكدين بس لاحظوا هون السيرتيفيكاشن كل ما زادت السيرتيفيكاشن بتدل على انك عم بتعمل ابتو ديت اوكي هلا انا بشوف مثلا زملائي ماخدين بعمل لهم اندورس بعمل لهم اي افكار فهي هيكا هي سوشال نتور كل ما عملت اكستند لسوشال نتور كل ما ايجالك الشركات اكتر اعمل ألرت بيجي لك عروض للعمل هلا هاي جزئية انه هاي مثلا انا من هون من البروفيل اقدرت ادخل على السوشال نتورك اقدرت اتنوع بالمعلومات ممكن اخذ المعلومات من البروفيل نفس القتاب ممكن اخذ المعلومات من اللينكدين على حسب هون شوهات السوشال اتمنى انه الكل يفيد بعضه اتمنى انه مثلا كل ما نعمل مثلا انت عملت لي فالو انا اعمل لك فالو انشجع بعض وتكون الامور طيبة هلا فيه كمان هون مثلا نومينات مي ازا قدتها بس ستار هادا عادة بيكون بين الزملاء انه انت بروفيلك يستحق انه بروفيلك انا استفدت منه فبعمل لك نومينات على اساس انه تاخد ستار هي شغلات كله يوتمانوية ما بتأثر غير على الارجنزيزيشن بس برضو لما يكون عندك فالوور غير لما يكون البروفيل غير مفيد و بس عبارة عن سي في بتبعتها لالارجنزيزيشن فهي بتفرق معك فاتمنى لك النجاح واتمنى لك سوشال نتورك تكون اكستند وعالية كتير وياتكم العافية